بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أعظم صلاة تجعل صاحب الزمان عليه السلام يصل إليك ويغيثك من فورك ويقضي حاجتك إحدى الأخوات أرسلت إلينا بالرسالة وأرادت أن تتزوج وأن ندعو لها بالزواج وأخبرتنا ببعض المعلومات عن حياتها الخاصة وتفاجأت كثيرا كثيرا عندما أرادت أن تتزوج من أي شخص كان ولو كان مثلا أصغر منها عمرا بكثير ولو كان لا يحمل شهادة ولو كان لديه تصرفات مثلا أنه لا يصلي أو ليس لديه التزام أخلاقي وهذا كله جراء ضغط المجتمع فقلت لها بصريحة العبارة بأن كل شخص تزوج من إمرأة أو هي تزوجت من رجل لم يكن هناك توافق بينهما من الناحية الفكرية ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية الشأنية فسدت حياتهم فسدت حياتهم وإذا ما استمروا بالزواج إنما هو الزواج الذي ماذا؟ كأنهم مطلقين زواج الطلاق تحت سقف واحد هي في واد وهو في واد آخر لماذا؟ لأنها بعد الزواج سوف تكتشف بأنها لا تستطيع أن تنسجم معه لا فكريا ولا أخلاقيا ولا من ناحية الطباع يتلاقون ولا من ناحية التربية يتلاقون ولا من ناحية البيئة وهو كذلك فهو صابر عليها على مضض وهي صابرة على مضض وتنقض الحياة بهذه الصورة لم يفهموا منها شيئا ويندمون على الزواج فقلت لها هذا ليس هذا فقط ليس هذا فقط بل إن ضياع الأطفال ضياع الأطفال بسبب أن الأم قد اختارت رجلا غير مناسب لها من الناحية الفكرية والأخلاقية والتربوية والعلمية وكذلك الزوج أو الرجل عندما يختار امرأة لا تلائمه من الناحية الفكرية والعلمية والأخلاقية وإلى غير ذلك لماذا ضربت لها مثالا قلت لها أنت الآن صاحب الشهادة وتريدين أن تتزوج من شاب لا يملك شهادة اطلاقا أولادك عندما يولدون الوالد ماذا يقول لهم لا تهمكم الدراسة لا قيمة لها الدراسة تعال معي إلى المحل تعال معي وإعمل هذا الأمر والأم ماذا تقول لهم أهم شيء هي الدراسة وإذا أردت أن تكون ناجحا في الحياة عليك أن تكون لديك شهادة والوالد ضد ذلك هنا الولد يضيع لا يعرف يستمع لمن هل الأب على حق بأني لا أهتم بالدراسة أم أمي على حق علي أن أهتم بالدراسة مثلا إذا كان الرجل من أجواء شائرية وكانت الأم لا ليست من أجواء شائرية فالأب يحثه على مسألة أن عمامك كذا ويجب أن تذهب وتعمل كذا في العشيرة ويجب أن تنهض معهم وإلى غير ذلك وانصر أخاك والأم من ناحية تقول لا عليك أن تهتم بثقافتك بدراستك وأن تبتعد عن هذه الأمور التي هي غير صحيحة والبنت أو الولاد يتخبط بها كذا تربية فيضيع فيضيع لذلك نجد أن الإسلام وأهل البيت عليهم السلام قالوا دائما وأبدا بأنه يجب على الزوجين أن يكون متوافقين من ناحية الدين من ناحية الأخلاق من ناحية الشأنية الاجتماعية أي العلمية والفكرية كي يتربى أولادهم على مسار واحد وليس على عدة مسارات فيضيعون ويتيهون ولا يعرفون ماذا يصنعون ولذلك خرج أولادهم كثير منهم فاشلين أو لديهم عقد نفسية لأنه يحتار بين طاعة أمه وطاعة أبيه إحدى الأخوات بعثت إلي برسالة تقول أنا ضعت تماما أبي ليست لديه شهادة ويقول ليس المهم أن تكون البنت لديها شهادة المهم أنها تتزوج ولا يقدم لي أي سند في الدراسة وأمي صاحبة الشهادة هي التي توصلني إلى المدرسة وترجعني من المدرسة وتقول أهم شيء للبنية الشهادة والنتيجة أن أبي وأمي دائما يتشاجران وأنا لا أعرف أرضي من هل أترك الدراسة لأرضي أبي أم أبقى على الدراسة لأرضي أمي النتيجة بأنها كثيرا ما تلكأت في الدراسة لم تأتي بالنتائج والدرجات الجيدة ولم تفلح في الدراسة يعني تمشي مشي السلحفات في الدراسة هذه النتيجة النتيجة أنه ليس فقط بأنك تتزوج من امرأة يعني لا تلائمك فكريا سوف أنت تدفع ثمنها أو أنك تتزوجين من رجل لا يلائمك من ناحية العقل والالتزام والدين فسوف أنت تدفعين الثمن اعلماك لكم أن من يدفع الثمن أيضا أولادكم لأنهم سوف يعيشون في بيت فوضى بالأفكار فوضى بالرؤى فوضى في مسألة تحديد المستقبل والمصير لذلك نجد أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما أراد أن يولد له ولد وهو العباس عليه السلام قال لأخيه عقيل أريد أن أتزوج من إمرأة لم تنجبها إلا الفحول لأن علي عليه السلام صاحب الشجاعة والرأي الثابت وتزوج من إمرأة أهلها كلهم من أصحاب الشجاعة والرأي الثابت النتيجة عندما كان المسار واحد وتلاء فكري وأخلاقي وديني وإلى غير ذلك نتج العباس نتاجا طبيعيا وكذلك عندما التقى الإمام علي بالسيدة فاطمة أو عندما يلتقي مراجعنا العظام مع نساء مؤمنات متدينات على نفس المسارات تجد أن أولادهم يصلون إلى قمة ونجد أن بعض الأطباء عندما يتزوج طبيبة وبنفس المنهج الفكري والأخلاقي وإلى غير ذلك يخرج أولادهم ناجحين في الحياة دائما وأبدا عندما تجمع ضدين في مكان واحد والضدان لا يجتمعان الضدان لا يجتمعان فإذا ما اجتمعتما وأنتما ضدان لا يجتمعان وهذا طبعا منافل العقل أكيد النتائج تطلع فاسدة على كل حال فهذا ما قلته لهذه الفتاة أخبرتها بهذا الأمر بأن عليك أن تتزوجي ممن يلائمك فكرا وعقيدة وإيمانا وأخلاقا ألا تفكر بأولادك ألا تفكرين بذريتك كيف سيعيشون مع الشخص هو يختلف معك في كل شيء المهم أنها تزوج فقالت لي ما العمل وقلت لها قلت لها الإمام الكاظم عليه السلام كان لديه بنات علويات وقال لمولانا الإمام الرضا وأوصاه سلام الله عليه قال له إن وجدت لهن كفأ فزوجهن وإن لم تجد لهن كفأ فابقهن عندك يا علي بن مسرد ابقهن عندك يا ولدي والنتيجة أن بعض أخوات الإمام الرضا عليه السلام عشنا ومتنا ولم يتزوجنا السبب ماذا؟ السبب أنه لا يوجد هناك يعني كفء لهن من الناحية الفكرية والدينية والالتزام الأخلاقي والطبائع وإلى غير ذلك أي بمعنى بأنه الإمام يريد أن يقول إما أن تعيشي حياة طيبة هنيئة سعيدة أو لا ألا تدفع ثمن حياة مع رجل ربما يفسد عليك دينك ويفسد عليك أخلاقك ويفسد عليك حياتك بأكملها بل إن حتى يضرب الثوابت كثير من النساء يرسلنا إليه برسائل وصل بهن الأمر تركنا الصلاة وصل بهن الأمر يتكلمنا على الله بالسوء وصل بهن الأمر بدأت تصاحب على زوجها وكذلك الرجال فعلوا ذلك عندما تزوج من إمرأة هي لا تناسبه من ناحية التفكير أو من ناحية الأخلاق وإلى غير ذلك ويجد نفسه فشي تزوج مرة ثانية وثالثة ومنهم من ذهب إلى المتعة ومنهم من انحرف وبدأ يكون علاقات هذه النتيجة هذا الزواج العشوائي النزوي الشهوي ماذا تسميه فهذه الفتاة أخبرناها بذلك وقلنا لها عليك بصلاة الاستغاثة بصاحب الزمان سلام الله عليه استغيثي بصاحب الزمان وقول يا مولاي يا صاحب الزمان أنا أريد ذرية طيبة ذرية مباركة أريد زوج يعينني على الآخرة لا أن يعينني فقط على الدنيا وأذهب إلى الجحيم يعينني أن أكون امرأة صالحة متدينة ملتزمة الإمام علي عليه السلام عندما خرج من بيته قال له رسول الله كيف وجدت فاطمة قال وجدتها خير معين على الآخرة ولذلك بارك الله في حياتهما فقلت لها اجعل نيتك بأن تحصل على الزوج يعينك في الدنيا والآخرة وليس فقط في الدنيا يعينك حتى على الآخرة يهتم بعبادتك بصلاتك ويعينك على أولادك أن يعيشوا حياة طيبة مؤمنين ملتزمين ناجحين في المدارس إلى غير ذلك عندما تقدمين هذا المشروع للإمام المهدي عليه السلام من المستحيل أن يرفضه من المستحيل لأنك أنت الآن أصبحت غير أنانية بل أحتي لديك مشروع كامل لزواج ناجح فيه فائدة لك وفيها فائدة لغيرك وللمجتمع وللذرية وللإسلام والدين وإلى غير ذلك فوائد كثيرة فوائد كثيرة هكذا مشروع لا يرفضه صاحب الزمان عليه السلام بل يؤيده فورا تقول الححت على صاحب الزمان عليه السلام بصلاة الاستغاثة هي إمرأة موظفة تعمل في تربية المحافظة الفلانية وتقول سبحان الله طالب دكتوراه لم يتزوج إطلاقا وجاء يريد أني أخذ هذه الوثيقة وإلى غير ذلك ويؤيد مستمسكاته فرآني صاحب الزمان عليه السلام بارك لنا وعلى قلبينا وقع في حبي بدأ يعني يأتي إلى التربية على أمر وعلى غير أمر يأتي بأي صورة كانت ثم أخبرني بأني أريد أن أذهب إلى أهلك للزواج تقول وبحمد الله عز وجل تزوجنا وعشنا حياة والله يعني إلى الآن وردية هو يتلاءم معي فكرا ثقافة طموحا التزام بالأخلاق بالدين هو كذلك يعني وجدني إمرأة صالحة ملتزمة محبة لأهل البيت مثقفة واعية والله كأننا طيور حب وليس زواج هكذا هكذا يقدم المشروع لصاحب الزمان عليه السلام إحدى الأخوات تقول والله لم أتنازل أطلاقا بقيت متمسكة إمرأة أخرى بقيت متمسكة بصاحب الزمان عليه السلام إما أن أتزوج من رجل صالح أو لا أتزوج ما لداعب أن أضيع صحتي وحياتي وديني وأخلاقي والتزامي لرجل أن ربما أتزوجه وهو يضيع علي هذا كله وهو غير صالح وكان يأتي إليه الخطاب ولا أقبل لا أقبل أن أعيش حياة تافهة مجرد فرحة يومين وأعيش بعد ذلك ستين سنة وأنا في عذاب وسبحان الله بقيت مصر على مشروعي بأن أريد أن أتزوج من رجل صالح وأكون أسرة صالحة هذا المشروع عظيم عند صاحب الزمان تقول والله بعد أشهر من المواضبة على صلاة الاستغاثة تزوجت من رجل صالح مبارك ومناسب لي هي المرأة صراحة تقول أنا ربت بيت وتزوجت من رجل هو يعمل أعمال حرة يعني ليست لديه تلك الشهادة العالية ولكن محب لأهل البيت وأنا محب وجدته مناسبا لي في كل شيء فشاهد حديثنا بأن نقدم مشروعك بالشكل الصحيح لأهل البيت لصاحب الزمان لا تفكر فقط في نزوة الزواج أو في قضاء حاجة معينة لنفسك دون أن تفكر في الآخرين أي حاجة أقدمها اليوم أنا أريد رزقا من صاحب الزمان أن يشفع لي عند الله أريد شفاء أريد أن أحصل على هذا البيت قدم مشروعك إذا يا مولاي يا ابن رسول الله إذا شفعت لي عند الله أن يكون لي بيت هذا البيت أجعل قسم منه مثلا قسما منه مثلا للزوار أجعل فيه مجلس الإمام الحسين أجعل فيه مثلا صلة الرحم دائما وأبدان أنا أريد هذا البيت لإسعاد زوجتي وذريتي نية نية تنفع الآخرين فلان يريد رزقا لماذا أريد أن أدخل أولادي مثلا في مدرسة جيدة أريد رزقا لأن زوجتي مثلا تحتاج إلى كذا وكذا ونحن بحاجة قدم مشروعا ذكيا إلى الله وإله للبيت فيحققونه لك فورا أي بمعنى لماذا تريد هذا الشيء لماذا تطلب هذا الشيء عليك أن تقدم هذا موجود اليوم تريد أن تقدم قرض على قرض فدائما البنك يقول لك ما الغاية من هذا القرض ماذا تريد أن تفعل هل نقتنع بمشروعك أم لا فإذا ما اقتنعوا بمشروعك يعطونك القرض وكذلك عندما تذهب وتريد أن تطلب مالا دينا من أحد يقول ماذا تفعل بالفلوس هذه ما هو مشروعك فيعطيك أو لا يعطيك حسب القناعة وهذا في كل شيء يقدم مشروعك لصاحب الزمان وتمسك بالصلاة التي لا ترد أحدا أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى نوافقنا لهذه المفاهيم الرائعة من قبل أهل البيت عليهم السلام كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن أرقامي هواتي في قناتنا الخاصة التي هي لتفسير الرؤى والأحلام وهي الأثير 0786 717 82 55 وكذلك الآسية 077 600 266 73 هذه الخدمة فقط لرسائل الواساب الصوتية والكتابية وليس للاتصال وأنوه مرة أخرى بأن هذه المقاطع الفيديوية غير مبرأ للذمة للذين يأخذونها إلى حساباتهم الشخصية لا أعرف صراحة لماذا ولكنهم يضعوننا في مشاكل محرجة مع الآخرين أما أنك تأخذها تنزلها عندك تعطيها لأخل صديق ترسلها لأهلك لا بأس ولكن تأخذ المقاطع الفيديوية من قناتنا قديمة أو جديدة لتضعها في حسابك الرسمي في أي تطبيق فهذا غير مبرأ للذمة برنامج صفاحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام